تنفيذاً لتوجيهاته صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسم عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رامية إلى توفير الحياة المستقرة والعيش الكريم لأبنائه المواطنين اعتمدت لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة مبلغ 69 مليوناً و426 ألف درهم لسداد مديونية 131 حالة من الحالات المعروضة عليها وأكد سعادة راشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري رئيس لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة أن اللجنة اعتمدت ضمن الدفعة السادسة والعشرين مبلغ 69 مليوناً و426 ألف درهم لسداد مديونية 131 حالة من فئة المحكومين على ذمة قضايا مالية وأوضح رئيس لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة أن إجمالي المبالغ التي تمت معالجتها منذ الدفعة الأولى حتى الدفعة السادسة والعشرين بلغ ملياراً و196 مليون و560 ألف و153 درهم وبلغ مجموع المستفيدين 2343 مستفيداً